جزاكم الله خير وأحسن إليكم سؤاله الأخير هل تصح صلاتي خلف إمام أكره طريقة تلاوته لو قرأه؟ إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا نحيل المعنى ألا تصح صلاتك خلفه؟ كما لو قرأ العالمين بالكسر قال الحمد لله رب العالمين ألا يحيل المعنى؟ أما إذا كان هذا الإمام لا يلحن لحنا نحيل المعنى فإن صلاتك صحيحة خلفه ولو كنت ترى أن قراءته ليست على الوجه التام وعليها ملاحظات ما دام أنه لا يلحن لحنا نحيل المعنى في الفاتحة في سورة الفاتحة التي يركن من أركان الصلاة أما اللحن في غيرها فلا يضر وإن كان الأولى أن يتعلم وأن يعدل قراءته والذي ينبغي لك أنك تعلم هذا الإمام تنبهه على الأخطاء وتدرسه على الوجه الصحيح للقرآن تكونوا محسناً في ذلك جزاكم الله خير وأحسن إليكم ترجمة نانسي قنقراتي